مناسبة عيد المعلم وهي مناسبة كتير مهمة لأن المعلمون بنات حقيقيون كما قال الخالد حافظ الأساد بالنسبة إلي أنا تنقلت من أكتر من المحافظة فجربت كذا أسادي وبصراحة أغلبين كانوا خدوة إلنا من المرحلة الابتدائية ونحن طالعين بس بالنسبة إلي أكتر أستاذين من الأستاذ إبراهيم بدور والأستاذة عبدالله بدر بالبكالوريا يعطونا من قلب يعني حتى كان عندهم مبدأ أنه شو محتاج الطالب إذا بيجيبوه على المدرسة بعض الظهر بس ما بيعطوا خصوص فكانت لفت كتير حلو مني أبارك لجميع المدرسين بهذه المناسبة وكل عام أنتم بخير وأهل وسهل فيكم المدرس اللي كان أكثر تأثير وأنا حبيت المهني من خلاله هو الأستاذ عبدالعلي طبعا في أسماء كتيري الأستاذ عبدالعلي الأستاذ عبدالله خليل لكن أكثرهم هذول الأسمين اللي هني انتركوا أثر لا ينسى من أثناء ما كنا طلاب في المدرسة السانوية لهم الأثر الأكبر والفضل الأكبر كانوا معلمين ومربين قبل أن يكونوا معلمين كانوا لهم الاهتمام الكبير في الطلاب وفي المدرسة وكأنهم في بيوتهم يعاملون معاملة أبناء وليس معاملة طلاب بالبداية قم للمعلم يوفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا كل المحب والاحترام والتقدير والإجلال لمعلمي الجمهورية العربية السورية وأكيد في معايدي للمعلم الأول الدكتور بشار الأساد هلا أكيد بذكرياتنا من نرجع سنين لورا رح أرجع لأنسة الغالي الأنسة ربع المسد اللي هي إلا الفضل الأول فضل الله سبحانه وتعالى ولقلها بتأسيسنا الأول فترك الزكريات كتير حلوة بالتعليم بالتأسيس كانت رائعة جدا وبكل معنى الكلمة كمان في معايدي لأستاذ الغالي الأستاذ محمد موسى أبو هاشم كمان له كتير تأثير تربوي وتعليمي لقلنا فقلون الفضل بإذن الله تعالى وينعاد عليهم بكل خير وصحة وسعادية يا رب وإن شاء الله الأمان لبلدنا سوريا العلم يرفع بيتا لا عمادة له والجهل يهدم بيت العز والكرم بالنسبة للسؤال أستاذ عابد العلي أستاذ اللغة العربية كان له أثر كبير في حياتنا طبعا أثر تعليمي وتربوي وكان من الأساتذة المهتمين بمتابعة الطالب ليس فقط في مادة اللغة العربية وإنما في بقية المواد وحتى يتابعه في البيت وعلاقته مع أهله وأصدقائه وزملائه فلذلك كان من المؤثرين جدا في حياتنا وتربيتنا وسلوكنا إن شاء الله كل عام وهنا بألف خير وعافي وحماهم الله وباركة بهم وبجهودهم إن شاء الله كل عام وأنتم وجميع المعلمين بألف خير وسلام